الأفق الثالث من آفاق سورة القدر ما يرتبط بنزول القرآن في هذه الليلة في سورة الدخان في الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إننا كنا مرسلين هذه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر مثل ما جاء في سورة القدر حاميم من أسماء رسول الله في أحاديثنا الشريفة حاميم كان رمزا لرسول الله صلى الله عليه وآله في صحف وديانة هود النبي في ديانة هود النبي هذا الرمز يشير إلى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله والكتاب المبين هذا العنوان وهذا المصطلح في الكتاب الكريم أينما جاء إنه علي صلوات الله وسلامه عليه ولا يوجد شيء آخر هذا العنوان الكتاب المبين الكتاب المبين هو علي الذي جاء ذكره في أوائل سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه لأنه مبين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه علي لا شك فيه حديثهم هكذا تقول هكذا يفسرون قرآنهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير في الغدير الأول وفي الغدير الثاني أن نأخذ التفسير من علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي فقط وفقط 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 حاميم محمد صلى الله عليه وآله والكتاب المبين علي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنها ليلة القدر في الأفق الأول للآية وفي الأفق الثاني وهو الأعمق الذي يأتي منسجما مع الرموز والإشارات في الآيات التي قبلها إنها فاطمة هؤلاء هم أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة حاميم محمد والكتاب المبين علي الليلة المباركة فاطمة وسيأتي الحديث في الآفاق القادمة من سورة القدر سيأتي الحديث عن فاطمة حينما نصل إلى الأفق السر الليلة السر الليلة السر التي لأن ليلة القدر من مجاليها فصارت سرا لماذا ليلة القدر تبين بالإجمال وإن كان النبي بينها لخواصه بالتفصيل للذين يعرفون فاطمة فمن عرف فاطمة عرف ليلة القدر وهذه إشارات إشارات دقيقة في مقام ليلة القدر إنها الليلة السر سيأتي الحديث عنها حديثنا هنا في أفق إنزال القرآن القرآن نزل من محمد وإلى محمد القرآن نور الحقيقة المحمدية فهو نازل من محمد وإلى محمد القرآن إشراق الحقيقة المحمدية وما تجلى في المصحف من كلمات وجمل وألفاظ مثل ما جاء في أوائل سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب هناك الحقيقة هناك الحقيقة هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والرابعة أيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي فالقرآن الذي صورته اللفظية والخطية في المصحف حقيقته في أم الكتاب شيء آخر هذه مجال بحسبنا ولذا فإن إمام زماننا سيأتينا بكتاب جديد هو مجلا أعلى هو مجلا أعظم من مجال القرآن الحقيقي الذي هو في أم الكتاب أما هذا المصحف فقد جعل في هذا القالب العربي لعلنا نعقل إنا جعلناه قرآنا عربيا بلفظ عربي بصوت عربي لماذا لعلكم تعقلون لعلكم تنتفعون منه أما هو في الحقيقة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حاميم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هذه الليلة المباركة ماذا يجري فيها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين هناك ارتباط بين القرآن وليلة القدر لكن الارتباط ما هو بارتباط في العالم الترابي في العالم الترابي ليلة القدر ساعات في الليل نحن نقضيها العمل فيها خير من العمل في ألف شهر قمري ليس فيها من ليلة قدر وهذا بفضل إمام زماننا ليلة القدر لها مراتب أرقى سيتضح هذا المعنى ومن رواياتهم من أحاديثهم نحن لا نتحسس هذا بإمكاننا أن نتحسس هذا وهذا ما ستكشفه لنا رواياتهم وأحاديثهم بعد قليل لكنني أتدرج بالبيان كي تكون الصورة واضحة وبينة كل المطالب موجودة في الآيات المفسرة بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليه ماذا نقرأ في سورة طاها في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المائة بعد البسملة جاء فيها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه القرآن موجود عنده ولكن في أفق من الآفاق في لسان من الألسنة فإن النبي يتحدث بلسان الوحي النبوي نحن إذا رجعنا إلى منازل محمد وآل محمد فإنهم تارة يكونون في منزل الولي المطلق الولي المطلق الذي تخضع له جميع الكائنات الولي المطلق والذي يصل الفيض منه إلى جميع الكائنات مثل ما نخاطب إمام زماننا في زيارة الندبة فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل الذي جاء في الزيارة بلسان الإنسان لكن القضية ليست محصورة بلسان الإنسان وإنما الكون كله لسانه هو هذا فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وتارة يكون النبي يكون الإمام يكون محمد المصطفى يكون علي المرتضى في منزل الوالد لهذه الأمة وأخرى في منزل المشرع وأخرى في منزل الحاكم يوم القيامة وأخرى 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 وليس هناك من حصر لمنازلهم ومقاماتهم وهذه منازل حقيقية أنا لا أتحدث هنا عن منازل اعتبارية ولا أتحدث هنا عن مقامات مجازية هذه مقامات حقيقية وبإمكاننا أن نتلمس آثارها في حياتنا منزلة من منازل محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن هو القرآن فليس هناك من تنزل يكون عليه هو القرآن محمد هو القرآن ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن عليه عليه بومضة خاطفة في قلبه ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن تنزلا وحيانيا ولا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هذه هذه التعابير إشارات مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه النبي ليس محتاجا لأن يقال له هذا الكلام فهو لا يعجل لا بالقرآن ولا بغير القرآن حينما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله نسلم على الساكن في المدينة على صاحب الوقار والسكينة الحديث هنا ليس عن وقار عرفية كشيخ عشيرة أو عن سكينة عرفية كصفة من صفات الحكماء من صفاتهم الأخلاقية والأدبية الحديث هنا عن ذات مستقرة الكلام هنا عن حقيقة مستقرة ذو مرة فاستوى مثل ما جاء في سورة النجم هذه هي الحقيقة المستقرة الساكنة التي لا ترتقي لماذا لا ترتقي لأنها في أعلى المراقي لا ترتقي لأنها في أعلى المراقي وهي التي تمنح الرقية لغيرها هي ساكنة هي ساكنة حينما نسلم على رسول الله على الساكن في المدينة على صاحب الوقار والسكينة إننا نسلم على الحقيقة المستقرة الساكنة لكما يعلمكم هؤلاء الأخبياء الثولان من مراجع النجف وكربلاء من أن صلاتنا على رسول الله ترفع من شأنه فليذهبوا بخرائهم هذا وهرائهم إلى الجعيم نحن نتحدث عن الذات المستقرة التي هي في أرقى المراقي والتي تمنح الرقية لسائر الكائنات وهذا هو معنى الرحمة المرسلة إلى العالمين هذه الرحمة المرسلة إلى العالمين لابد أن يكون مصدرها مستقرا ساكنا حتى تكون الكائنات الكائنات بقضها وقضيضها في مستوى واحد بالنسبة إليه فعينما تصدر الرحمة منه تكون متوجهة بعدالة من وجه وبحكمة من وجه ثان وبرأفة ومحبة من وجه ثالث في الوقت نفسه رحمته صادرة بعدل وحكمة ورأفة ومحبة وفوق كل هذا بجود أجود الأجودين إنها الذات المستقرة الساكنة الساكنة التي هي أجود الذوات الذات المحمدية المحمدية العظمة فهو لا يعجل بالقرآن القرآن مستقر عنده لكن الآية تقرب لنا الصورة وكأن القرآن يقول لرسول الله دعي القرآن سرا عندك ولا تعجل بإظهاره حتى يكون الإظهار مناسبا لمقامات الوحي والتي تتشخص بحسب حاجة الناس يسألون فيأتي الوحي تقع المشكلة فيأتي الوحي وكل هذا لأجل أن ينسجم الحال مع ما يريده الناس رحمة بالناس رأفة بالناس الناس يسألون رسول الله يتأخر حتى يأتي الوحي القرآن هنا ينبهنا يقول لنا من أن القرآن بكله عنده هو القرآن فيا رسول الله لا تعجل وكأنه يريد أن يعجل هذا بيان توضيحي لي ولكم كي نفقها هذه الحقيقة من أن القرآن مستقر بكله في الحقيقة المحمدية وهذه حقيقة لا تعجل لكن البيانات بيانات تقريبية وهذا هو أسلوب القرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إلى آخر ما جاء في الآية في سورة القيامة لا بد أن تعرف من أن من جملة قواعد التفسير عند العترة الطاهرة في بعض آفاق الآيات أن أول الآية في شيء ووسط الآية في شيء في شيء ثاني وآخر الآية في شيء ثالث فليس هناك من وحدة السياق في أفق من آفاق التفسير لأن القرآن له مطالع ومجاري في الأفق الأدبي العربي في الأفق الأول هناك وحدة السياق ولكن في الآفاق التي نتجاوز فيها عالم العبارة كي نصل إلى آفاق عالم الإشارة فإن أول الآية يكون في شيء ووسط الآية في شيء وآخر الآية في شيء ثالث نقرأ في سورة القيامة في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها لا تحرك به لسانك لتعجل به تفسر بأسلوب التقية بأسلوب المدارات من أن الخطاب لرسول الله يقول له إذا ما نزل عليك الوحي فلا تستعجل لا تستعجل إنك ستكون حافظا للقرآن يقولون من أن رسول الله كان يستعجل حينما ينزل عليه الوحي يستعجل في تلفظه للآيات كي يحفظها بالله عليكم هذا كلام منطقي يعني أن رسول الله يعلم أنه سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين هو سيد الكون وهو حقيقة القرآن في مقام من مقاماته في مقام تنزل الواحي هو ليس مطمئنا من أن القرآن سيبقى محفوظا عنده أي كلام هذا أيه رائع هذا هذا هو الموجود في تفاسير النواصب وفي تفاسير مراجع النجف وكربلا حتى وإن وردت بذلك روايات فإن كثيرا من الروايات ترد بلسان التقية تارة وبلسان المدارات تارة أخرى فلابد أن نعود إلى قواعد التفهيم عندهم كيف نميز بين أحاديث التقية وأحاديث المدارات وأحاديث الحقيقة التي يريد منا محمد وآل محمد أن نتعلمها وأن نعتقد بها ولهذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ الفهم منهم فقط هذا علي يفهمكم بعد هكذا اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد لا لا أن نأخذ الفهم من سقيفة بني ساعدة أو أن نأخذ الفهم من الأغبياء والثولان من مراجع الحوزة الطوسية لا لا تحرك به لسانك لتعجل به الكلام هو الذي مر في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طاحة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه القرآن مجموع عندهم ما جمعه الآخرون هو محرف إن علينا على محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه القراءة الصحيحة عندهم القراءات التي جاء بها الآخرون باطلة وقراءة المصحف باطلة لكننا أمرنا أن نقرأ بها حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ سيعلمنا القراءة الصحيحة وإن كانوا علمونا قراءتهم في الأحاديث التفسيرية كي نفسر القرآن وفقا لقراءتهم لا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع قرآنه فاتبع مضمون القرآن وهذا وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل كيف نتبع مضمون القرآن أن نفسره وفقا لقراءتهم وليس وفقا لقراءة المصحف لقراءة حفص أو لقراءة غيره ثم إن علينا بيانه بيانه تفسيره هكذا ورد عنهم في تفسير القمي علي بن إبراهيم هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثلاثين بعد السبعمائة قوله إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقرآنه قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذن ما قرأوه الاتباع اتباع عملي والاتباع العملي يكون مسبوقا باتباع علمي أن نأخذ التفسير منهم أن نفسر القرآن وفقا لقراءتهم ثم إن علينا بيانه أي تفسيره قوله إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذن ما قرأوه اتبعوه اتباعا علميا وعمليا ثم إن علينا بيانه أي تفسيره وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ الفهم منهم لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا أن نفسره لكم وهذا هو الذي جاء في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الإنسان هنا في تفسيرهم علي هذا هو المظهر الأكمل مصطلح الإنسان الكامل عند ابن عربي وعند الصوفيين لم يكن من عندهم هذا هو مصطلح الإنسان خلق الإنسان خلقه كاملا اللهم اللهم إني أسألك من جمالك من جلالك من كمالك بأكمله فأكمل الكمال هو هذا خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان هذا هو التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إشارات واضحة هذه الإشارات نحن لا نستطيع أن نصل إليها إلا من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير التي نقضها الطوسي ومن جاء من بعده حينما فسروا القرآن وفقا للنهج العمري تفاسيرهم موجودة تبيان الطوسي وسائر تفاسير مراجع النجف وكربلاء إنها تفاسير عمرية وفقا للمنهج العمري بدرجة مئة بالمئة تخالف أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه حقيقة حقيقة تريدون أن تعودوا بأنفسكم إلى كتب التفسير وإلى أحاديث أهل البيت كي تقف على التناقض الواضح فيما بين تفسير أهل البيت وما فسر مراجع النجفي وكربلاء الأغبياء وواقعا أغبياء يتركون تفسير أهل القرآن ويذهبون إلى منهج السقيفة بني ساعدة كي يفسر القرآن وفقا لذلك المنهج إذا لم تجدوا وقتا أو لم تتوفر لكم المصادر عودوا إلى برامجي فإنني قد وضحت ما وضحت في هذا المجال وتحدثت كثيرا ولا أقول لكم اقبلوا كلامي بإمكانكم أن تدخلوا إلى المكتبات الألكترونية كي تتأكدوا من صدقي ومن أنني ما نقلت شيئا إلا وهو موجود في كتبهم في كتب هؤلاء الأغبياء الثولان من مراجع النجف وكربلة أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في سرد الإشارات التي تتحدث عن القرآن وقراءته وتفسيره لأنه أنزل إلينا هذا القرآن الذي جعل في هذا القالب اللفظي العربي أنزل إلينا نحن الذين نحتاجه ونحن لا نستطيع أن ننتفع منه من دون أن ننفذ بشكل علمي وعملي مواثيق بيعة الغتير أن نأخذ التفسير منهم وما ذكرته من إشارات هي في حاشية أحاديثهم في حاشية رواياتهم الشريفة فما بين ليلة القدر وبين القرآن هناك ارتباط واضح هذا الارتباط تحدثنا عنه هذه الرواية أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات المتقدمة إنها طبعة دار التعارف في الصفحة الحادية والستين بعد المئة إنه الحديث السابع بسند الكليني عن داود بن فرقد قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت كانت في زمان النبي أو تكون في كل عام في كل سنة فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن هناك ارتباط حقيقي فيما بين ليلة القدر وبين القرآن الإمام هنا لا يتحدث عن أن المصحف سيرفع إلى السماء لأن المصحف هذا من دون أن نفسره بحديث العترة لن ننتفع من فرق الضلال كلها عبر التأريخ وإلى يومنا هذا تستدل بهذا المصحف وحولته إلى كتاب ضلال كل المجموعات الضال تستدل بالمصحف وتقنع الآخرين بضلالها من خلال آيات المصحف فهم بهذا جعلوا المصحف كتاب ضلال وتضليل ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما قال لنا عود إلى المصحف عود إلى القرآن اشترط علينا أن نعود إلى القرآن وإلى العترة وقال ما إن تمسكتم بهما بالإثنين معا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وأخبرنا من أنهما من أن القرآن والعترة سيردان عليه معا ليس هناك من افتراق فيما بين القرآن والعترة أتحدث عن القرآن المصحف وإلا فحقيقة القرآن هم صلوات الله عليه لكنني أتحدث في أفق ليلة القدر التي ترتبط بالقرآن المصحف فهذا القرآن المصحف إذا فصلنا فيما بينه وبين العترة سيتحول إلى كتاب إما أن لا ننتفع منه أبدا بأي وجه من الوجوه وإما أن يتحول إلى كتاب ضلال وتضليل مثل ما فعلت الفرق الأخرى فأثبتوا ضلالهم وتضليلهم من خلال آيات الكتاب لهذا أمير المؤمنين ماذا قال لابن عباس حينما ذهب كي يحتج على الخوارج الإمام قال له لا تحتج عليهم بالقرآن فإنه حمالة ذو وجوه يمكن لهؤلاء أن يحرف الآيات في الاتجاه الذي يريدونه في محاججاته فإنه حمالة ذو وجوه من هنا فإن مجموعات الضلال منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا يستدلون بالقرآن على ضلالهم وتضليلهم ليلة القدر ترتبط بالإمام المعصوم لا ترتبط بالكتاب المصحف ارتباط الكتاب المصحف بليلة القدر ارتباط عرضي الارتباط الذاتي والحقيقي هو ارتباط بالإمام المعصوم حقيقة ليلة القدر هو تنزل الملائكة والروح فيها على الإمام المعصوم يتنزلون بكل أمر ومن كل أمر إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر وإذا ارتفعت ليلة القدر فتلك إشارة إلى أن المعصوم قد ارتفع ليلة القدر من شؤون المعصوم ليس هي التي ترتفع فيرتفع المعصوم وإنما إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر لكن الأئمة يحدثون الناس وفقا لما يفكرون لأن الناس يعظمون ليلة القدر في عقولهم ولا يعرفون قدر المعصوم ولا يعلمون أن ليلة القدر ما هي إلا شأن يسير من شؤون المعصوم هذا الرجل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت في زمان رسول الله وانتهت أو تكون في كل عام فقال أبو عبد الله لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن الإمام يقصد الإمام المعصوم لأن حقيقة القرآن هو الإمام المعصوم لكنه يتحدث مع هذا السائل وكأنه يشعره بأنه يشير إلى المصحف لأن الناس هكذا تريد الناس حائرة في ساعات من الليل يقضونها في صلاة أو عبادة أكثرها في حالة غفلة وعدم توجه صحيح ويتصورون أنهم قد فعلوا الأعاجيب ويقرؤون في مصحف حرفه أعداء أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا منه وإذا ما تعلموا شيئا من تفسيره تعلموه من الوائل أو قرأوه في تفسير الميزان وكل هذا مخالف لمنهج أهل البيت هذا هو الذي عليه أفضل المتدينين في الواقع الشيعي الأجسة هو هذا الموجود وكل هذا هراء في هراء فهذا يصنع المعصومون مع هذه الناس يكلمونهم بحسب مداركه ظلامة أهل البيت أننا شيعة هذه ظلامة أهل البيت والله هذه ظلامة ظلامة أهل البيت ليست أن فلانا وفلانا غصب الخلافة وليست أن الأمويين سفكوا دماءه هذه ظلامات ظلامات لكن الظلامة الأقصى إننا شيعته هذه الظلامة الحقيقية إننا شيعته ومع ذلك يقولون لنا شيعتنا منا ونحن منهم ومع ذلك يقولون لنا ويقسمون والله لا يدخل النار منكم رجل واحد يقسمون إنهم يخاطبون شيعته أن نحن من شيعتهم أم من شيحة الطوس هذا أمر آخر يتحدثون مع شيعتهم والله لا يدخل النار منكم رجل واحد هكذا يخبروننا يقولون في يوم القيامة إننا نمشي إلى الله هذه التعابير تقريبية نمشي إلى الله نذهب إلى الله كي نتشفع فيكم ما كان فيما بينكم وبين الله نمشي إلى الله نحن نتشفع فيكم إلى الله فيشفعنا فيكم فما بينكم وبين الله سنخلصكم من وما بينكم وبين الناس سنعطيهم حتى يعفو عنكم حتى يقبلوا سنعطيهم حتى الرضا إلى الحد الذي يرضون عنكم فحينما يسأل السائل والذي بيننا وبينكم يا ابن رسول الله الإمام هكذا يقول ما أنصفناكم إذا حاسبناكم عن الذي بيننا وبينكم ما أنصفناكم أنتم شعتنا وتحملتم ما تحملتم في سبيلنا ما أنصفناكم ما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيه فيشفعنا الله شفاعتنا مقبولة وما بينكم وبين الناس إننا سنعطي الناس إلى حد الرضا حتى يرضوا عنكم أما ما كان فيما بيننا وبينكم لن نطالبكم به الإمام يقول ما أنصفناكم إذا طالبناكم به أنتم شعتنا هؤلاء هم أئمة هنا أما نحن فماذا أقول الإمام الصادق يقول لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر لكن الإمام يتحدث بهذا الأسلوب وكأن القرآن هنا في الرواية تابع لليلة القدر لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن والحال لو رفع القرآن وهو الإمام لرفعت ليلة القدر وإلا فإن الحديث هنا ليس عن المصحف المصحف صورة لفظية تتناسب معنا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر